السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أخبار جديدة نبدأها بأخبار تتعلق ببشير العكرمي تطورات جديدة ندوة صحفية لحركة النهضة زوجة بشير العكرمي أعطا تصريحات الموقع كشف ميديا ورشة تفاصيل أخرى نبدأ بالمحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي بشير العكرمي قال بأن الهيئة بجتتصل اليوم الثنين بنيابة العمومية بجتطلع على التقرير الطبي شنوه فيه وشنوه اللي تم على إثره اتخاذ قرار إيواء العكرمي بمستشفى الراسي الحقيقة اللحظة أنه جت ممخر يعني هذه الطلبية نهار الثنين هو من نهار الجمعة تقريبا وقت رئيس الجمهورية يعني أعلن في كلمة أنه هناك من يدعي ويتظاهر بالجنون كما زدها قال محامي بأنه الهيئة بيش تطالب بمقابلة موكلها بيش تطلع على حالته الصحية ويقول بأنه هيئة الدفاع لم تلتقي العكرمي منذ يوم الاثنين الماضي ومعنده حتى علم بالتطورات اللي كانت وراء تدهور صحته يقول بأنه قرار إيديع موكله مستشفى الراسي كان مبني على تشخيص تلاثة الطبي وصفه حالته صحية بالمضطربة حسب مبلغ هيئة الدفاع وقال بأنه نيابة العمومية أذنت ببقاء بشير العكرمي بحالة سراح على ذمة القضية اللي قال وأنه ما عنديش حتى علاقة بقضية اغتيال الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي ولا حملة الإيقافات اللي انطلقت مؤخرا ولا بقضية الطيب راشد رئيس الأسبق لمحكمة التعقيب وإنما تتعلق بشكية تقدم بها زوز أعوان أمن فيه علاقة بقضية متحف باردو اللي صارت معناها عملية معناها إرهابية تتفكرون نسكل فيه 18 مارس 2015 قال إنهم هالأعوان هذوما زوز جيتهم تليفونات تلقى واتصالت من بشير العكرمي لتهديدهم هذه هي القضية اللي وضحها المحام ويقول إنه هيئة الدفاع ما تعالش تطور اللي صار مع معاكلها وليتم على إثره إيديعه والسجن قال بأنه دخل في إضراب على الطعام وتم نقله للمستشفى وين يتلقى العناية الطبية اللازمة ولكن إثر عوته من المستشفى تم اتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرازي لتدور حالة الصحية بناء على تشخيص الطباء وبتباعة الحال تعرفوا معنى التصريح تقول إنه تعرض لنوبة عصبية ونفسية أحدة ألمت بي بمركز الإيقاف به زوجتول برعة التصريح لكشف ميديا والأستاذة وفاء شيدلي رجعت عليها خلينا نقول لكم فقط شنوة قالت لكشف ميديا قالت بأنه تم تفتيش البيت لم يقع الاستظهار بأذون التفتيش والاحتفاظ قبل ما يفتشوا المنزل ولكن قالت طلبوا مني من غدوة بإني نصحح على إعلامي بوجود إذن تفتيش واحتفاظ يعني بعد يوم من حدوث هذا وقالت إنها رفضت زوجة بشير العكرمي قالت بإنه إيواء زوجي فرازي محاولة لإسكاته إلى الأبد وصرحت اسمها مونة الغربي البارح بإنه وقت لي اتصلت بزوجها بيش تطمين عليها نهر لحد العشية أفناش فيفري بعد ما تم تداول أخبار على إيقافات قالها إنه هو لبسه بخير وإنه غير معني بتلك الإيقافات وإنه من ارتكب جرم علي إنه يدفع ثماني لعمل الحاجة يخلص قلها ومراحة إلا وتم الاتصال بيها بعد ذلك بشي يخبروها إنه تم اختطاف كما تقول هي اختطاف زوجة وتفتيش البيت وما تمش الاستظهار بالأذون والاحتفاظ قبل التفتيش ولكن طلبوا منها مغدوة معنينها تصح على إعلامها فرفضت تقول وتعتبر إياه إجراء غير قانوني تقول بعد ما اتصلت بالمحامين أكدوا لي عدم وجود قضية في الأصل وهي واهية وتأكد بأنه تم تلفيق قضية البشير العكرمي المعروفة بالقضية الإرهابية باردو ورغم توسيمه من إنجلترا تنقلكم في إنشهد ليش ما قالت على هير من إنجلترا وتثمين مجهود مجهوده وحصوله على شهد الشرف لما قدموا من جدارة وحرافية يصرون على تلفيق التهم إلي حسب تعبيرها وبتبيعة الحال معناها أثرت برشة جدل لحقيقة تصريحات متاحة البارح اللي خلى الأستاذة وفاء الشيدلي تجاوب تجاوب على تصريحاتها هذي وتقول بإنه نشرت صورتها وشنوها كتبت كتبت كلمت سيل بشير أو إلا كلمت سيل بشير قتله فما إيقافة قليئنا غير معنية واللي عمل لي خلص قضية متع سيل بشير فيرغة وزوجي خذيش هيدا تقدير من إنجلترا كيف أخدم قضية باردو عن زوجة القاضي المعزول بشير العكرمين تعمل نقاط تعجب تقول وحدها وحدها جاوبت خذيش هيدا من عند الإنجليز يا بومبك ما هو مربط الفرس غادي يا مدى تشيري لأنه فما يعني برشة تأويلات للكلام اللي قالته هي هذا بخصوص الجدل اللي صاير على بشير العكرمين حب نقول لكم زيدا بأنه النقابية الأوروبية وجهت رسالة إلى قيس سعيد بعد طردها أول رسالة توجهها بعد طردها شنو قالت؟ الأميرة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش دعاة البارح رئيس تونس قيس سعيد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات وهذا يجي بعد يوم طردها من تونس لأنها شركة في احتجاج مناهض للحكومة نظموا اتحاد الشغل أحد أكبر القوى في تونس كان الاحتجاج هذا في مدينة سفيقص ومشير كتكها وعملت زيتها تصريحات وقالت لينش بأنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها يعني كيفش عملتها السلطات التونسية إلى أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي حسب تعبيرها ورئيس الجمهورية كان معناها أمر بطردها على خلفية تصريحاتها في سفيقص طبعا ثالث برشة جدل بين مرحب مسندين لرئيس الجمهورية رحبوا بهذا جدا 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 ولكن فما أراء أخرى كما عبد الوهيب الهيني النشطة السياسي يعتبر قرار طرد الأمينة العامة لاتحاد النقابة الأوروبية واعتبارها شخص غير مرغوب فيه على تراب الوطني بقرار شخصي من رئيس الجمهورية تكون عنده تداعيات سياسية على السياسة الخارجية التونسية حتى قبل أن يصدر موقف الاتحاد العامة تونسي للشغل صاحب الدعوة للضيفة للمشاركة في التجمع العمالي باتي بار وأنه من العامة الفيدرالية الأوروبية للنقابات أكبر تجمع نقابي عمالي إقليمي في العالم وقال عبد الوهيب الهيني بأنه مش يتم تدويل ما صرحت به في تجمع عملي في سفيقس في إتار زيارتها التضامنية مع النقابيين وتصريح العابر والمحدود في الزمان والمكان سيجوب العالم على حد تعبيره